جود الإسكان منصة إلكترونية انعكس أثرها على 36 ألف مستفيد حصلوا على مسكن ملائم بعد أن ضل السكن حلما يراودهم طوال حياتهم أم علي عاشت طوال حياتها في منزل المستاجر وأمست تمتلك شقة أزاحت عنها عناء أثقل كاهلها أول كنت صراحة أجار ما أجار تعبني مرة حتى عيالي ما كان لهم مصروف ولا لهم مدخل ولا شيء كان يلا نوديهم المدرسة حتى حيانا ما أوديهم يقولوا أسبوع أسبوعين ما يروحوا المدرسة كلموني وقالوا لي أنت حصلت على شيء قلت من الإسكان قلت نعم قالي تحبين تمتلكينا قلت رئيه خلاص سووا كل شيء وعطوني السك تعيش أم أحمد في هذا المسكن منذ سنتين غيرت مشاريع عجود الإسكان حياتها وحياة أبنائها بعد تملك منزلهم أنا كان ساكن في الدخل ومستجير بيت يطلع عليهم سنة بستعشر ألف وأنا كان ما عندي إلا الضمان دخلي وأبلادي كلهم طلاب يدرسوا بنات والحمد لله لما قالوا قدموا تحصلوا بيت يعني في الإسكان بلاش معي يشلوا من الضمان أو شيء قالوا لا عبدوا قدمتوا والحمد لله سينضم للسيدتين وأبنائهم ثلاثة آلاف وخمسمائة أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في السعودية بعد إطلاق مبادرة اكتتاب جود الإسكان الخيري التي حققت أرقاما قياسية من كبار المساهمين في ظل استمرار الاكتتاب فيما تبقى من أيام شهر رمضان عبد المحسن الحربية العربية الرياض